ثلاث حالات وفاة بسبب وباء الكوليرا و24 حالة اشتباه بالإصابة خلال يوم واحد فقط في القبيطة بمحافظة لحج بحسب إدارة الترصد الوبائي مديرية القبيطة الأكثر تضررا من وباء الكوليرا في المحافظة حيث بلغ عدد المصابين فيها منذ تفشي الوباء قرابة 90 حالة اشتباه منها 6 حالات وفاة بسبب أزمة نقص مياه الشرب النظيفة وكذا النقص الحديث الأدوية وكافة المستلزمات الطبية ليست القبيطة حالة استثنائية فبحسب منظمة الأمم المتحدة اليونسيف فإن عدد الحالات التي يشتبه إصابتها بالكوليرا في جامع أنحاء اليمن ارتفعت إلى قرابة 70 ألفا منذ أبريل الماضي وخلال الـ 24 الساعة الماضية سجلت أكثر من 4200 حالة اشتباه قطاع صحي منهار وتدخل شبه منعدم للمنظمة الدولية فاقم من تفشي الوباء ووصل إلى أغلب المحافظات اليمنية بسرعة غير مسبوقة وبشكل ينذر بكارثة صحية كبيرة تتطلب تدخلا عاجلا لاحتواء الوباء ترجمة نانسي قنقر